انقلاب اماراتي برعاية سعودية فرضية يكاد يتفق عليها غالب المهتمين بالشان اليمني فمسار الاحداث التي سبقت سقوط عدن والطريقة التي انتهت اليها اكدت بوضوح على ان ايران ليست من وقفت وراء ما يحدث هذه المرة بل اربعمائة مدرعة اماراتية وصمت من السعودية وفق اتهام وزير الداخلية احمد الميسري صحيح نحن نقرب الهزيمة ونبارك الاشقاء في الامارات العربية المتحدة النصر المبين علينا التصريحات العلنية وسرية لمسؤولية شرعية تشير الى خديعة تلقتها الحكومة من المملكة والتي وفق مراقبين تحاول الان تغطية خذلانها لليمن باتخاذ خطوات تبرئ سمعتها العالمية وتخليها من المسالة الدولية منها اصدار الرياضة بيانا باسم التحالف يهدد المجلس الانتقالي باستخدام القوة اذا لم يسحب قواته من الاماكن التي سيطر عليها الشرعية التي وصف وزير داخليتها صمتها بالمريب لم يصدر منها حتى اللحظة موقف علني واضح باستثناء تغريدات للخارجية تتهم فيها الامارات بدعم انقلاب عدن والاكثر ريبة وفق يمنيين غاضبين ظهور الرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة مع الملك سلمان وابنه على هامش فعالية محلية خاصة بالحج وهو ما دفع موالون للشرعية الى تحذيرها من الانخراط في صفقة ما على حساب السيادة اليمن ووحدته وسقلاله وايضا للاشقاء في المملكة العربية السعودية على الصمت لمدة اربع ايام وشريكنا في التحالف يتبحنا من الوريد الى الوريد شكرا لكم جزيلا ولنا اللقاء باذن الله تعالى قريبا على الارض بالصمت او الدعم تبدو السعودية متورطة مع الامارات بدعم سقوط عدن بيد ميليشيا المجلس الانتقالي فكل الخيوط تقود الى الرياض ففي نهاية يوليو وبداية اغسطس وصلت دفعتان عسكريتان سعوديتان الى عدن وهو ما طرح استفهاما حول مصيرها ولماذا لم تتدخل تلك الاسلحة والقوات والطائرات السعودية لحماية قوات الشرعية ولماذا فرضت الرياض على الوية الشرعية الانسحاب لصالح ميليشيات الانتقالي وفق محللين فان عقدة السعودية من يمن موحد وقوي لا تزال قائمة كما ان سياساتها لم تخرج بعد من تخوفات مرتبطة بربيع 2011 وهو ما يجعلها تمضي في تنفيذ خطط اضعاف اليمن لكن السؤال الاهم ما هو موقف الشرعية الايام القادمة كفيلة بالاجابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر